لماذا الآن حركة صحيحية داخل الحزب المغرب الحر؟ أولا الآن لأنه فعلا وصل الوضع للنافق المسدود الكل يعلم على أن الحزب المغرب الحر منذ مؤتمره الآخر اللي كانت تحت شعار من الحراك الشارع إلى الحراك الديمقراطي قررنا باتفاق الجميع وفعلا كانت الحركة الصحيحية رفعات العديد من مطالب خلال المؤتمر الآخر إلا أننا طالبنا ولقينا طاولة الحوار منذ على أن ندخله في إطار سياسي للإستعداد جيد للانتخابات المقبلة وأن نتحول من المعارضة الفوضوية إلى المعارضة المنظمة من أجل تحقيق مكاسب فعلا بدأت هذه المكاسب تتحقق في انتخابات الجزئية اللي فعلا بدنا نتلقى رسائل إيجابية من عند الشارع المغرب لكن للأسف للأسف استمرت القيادة على نفس المينوال ديالها اللي بدأت منذ 2001 بالنسبة في نفس السياق ما تقصد بالمعارضة الفوضوية داخلها؟ المعارضة الفوضوية هو كان واحد الشكل من أشكال المعارضة التي طرى في كل شيء أسود لكن فعلا بدأنا ننتقل تدريجيا من هذه النوع ديال المعارضة هذه واللي كانت نهجها العديد من الأحزاب منها النهج الديمقراطي منها واحدة المجموعة للأحزاب السياسية كان في المغرب وبدأنا نرى لأن هناك توازنات مهمة داخل الحزب يجب أن نرعيها لكي الناس تؤمنوا على أن هناك أشياء إيجابية وهناك أشياء عديدة سلبية كتطلب مننا الإصلاح هذا الخطاب المتوازن الذي بدأك ينتمي داخل الحزب يدفع بالقيادة أو اضغط عليها لكي تأخذ مواقف مسؤولة من أجل مشاركة حقيقية الدخول إلى المؤسسات المشاركة بالانتخابات المعارضة الفوضوية مثلا قرار المقاطعة ديال الانتخابات اللي تخيذها فعلا كان إيجابي في لحظاته إلا أننا لا نخفي الشمس بالغربة لأنه أضطر على بعض المناطرين الذين كانوا لهم حماس واستعداد المشاركة وبالتالي هذا النوع المعارضة بهذا الشكل الحاد كنا نطلبوا على أنه يتحول إلى معارضة مؤسساتية مسؤولة وانتقادات بالناء في كل التدخلات أو النذوات أو البيانات اللي كتصدر عن الحركة الصحرحية هي كتتكلم على أن هذه الحركة جات على أساس محاربة التسير أو الانفراد بالتسير داخل الحزب هل من توصيف لهذا الانفراد تسير داخل الحزب؟ بمعنى وشكين شخص أشخاص مجموعة صغيرة تنفرد بالحزب؟ ما هو دور الهياكل في هذه القصة كلها؟ أولاً اللي بغيت أنه المغاربة يعرفوا هو أنه الحزب المغربي الحر بحلو بحلقاء الأهزاب صحيح وصغير صحيح وناشئ ولكن هو قديم في السنوات هذه منذ 2001 الآن تقريباً عشر سنوات أو أحداشر سنة وهو قد تسير بنفس الطريقة كين هياكل كين رؤساء الهياكل كين تنظيمات كين تنظيمات دية الشاببة كين تنظيم دية المرأة إلا أن الجميع مختزل في شخص واحد اللي هو شخصية المنسق الوطني تعدى الأمر الآن اللي هو أصبح غير مقبول لدى الجميع أن ينتقل المصالح الشخصية ديال السيد المنسق الوطني اهتمامات المكتب دياله إلى إقحامها في الحزب السياسي اللي فهم مناضلين ومناضلات على كافة المشارب وعندهم اقتناعات مختلفة هناك مثلاً ما نخفيوش على أن عدد من المناضلات ومناضلين كيقول لا احنا هاتش اللي كديروا الحكومة عجبانا مثلاً وكين مناضلات ومناضلين كيقولوا هاتش هادا قصنا نستمروا في المعارضة كما بدينها ونقاطعوا جميع أنواع الانتخابات وكين معارضين آخرين وشباب وشابات كيقول لك على أننا نخصنا نشاركوا وهذه هي فرصتنا ولكن هاتش كامل يضغى عليه صوت واحد وتسير واحد هو صوت المنسق الوطني المسألة التي قسمت ظهر البعير هي ما وقع مؤخراً بلاغات تنشر بصفة دورية دون استشارة مجموعة من أعضاء المكتب السياسي وأنا بينهم السيد رئيس الحركة الصحيحية بينهم سي أنور بوجمعا قياديين كذلك بارزين كالأستاذ سعد سالين معروف قيادي مؤسس ديال الحزب قيادي مؤسس ديال الشابيب ديال الحركة الصحيحية قدم استقالته احتجاجاً على هذا الوضع إذن نحن نسير بخطة تابتة نحو الهاوية نحو نتائج صفر مقاعد وأنا أقولها مباشرة إلى السيد المنسق الوطني على أنه إذا خير إسحاق شريع ما بين مصلحة الحزب المغربي الحر ومناضلاته ومناضله وما بين مصلحة ضيقة ديال المنسق الوطني المنخسرة في الأستاذ محمد زيان فأنا مع المناضلات والمناضلين في ذلك الشي اللي ديره وأنا معهم وأعتبرنا أراءهم وأعتبرنا مصلحة الحزب المغربي الحر اللي كان أعتبرها أكبر من الأشخاص والمصالحهم الضيقة ألا تعتقد بأن إصدار بلاغ من قبل المنسق الوطني للحزب أو هيكل من الهياكل للتضامن مع المنسق الوطني ألا تعتقد أنه يدخل في إطار مهام الحزب السياسي أولا قصنا نعرفه لكي نقطعه أي نقاش على أن ما وقع للمنسق الوطني من حملة شهير ومن صور وفيديوهات تمس حياته الخاصة نحن نستنكره جميعا داخل الحزب كافة المناضلات والمناضلين داخل الحزب كي يستنكروا هذا الفعل هذه نقطة أولى باش نحسموه فيها ونسدوها نهائية لكن الجميع يعلم على أن هذا المشكل وقع لمحامي مع موكلته وليس لمنسق وطني مع مناضله بالتالي هذا قصنا نفصله هنا بالتالي كان على المنسق الوطني أن يعود إلى هياكل الحزب وأكبر هيكلة فيه هي المجلس السياسي لهو برلمان الحزب وأن يعرض عليه ما وقع وأن يترك المجلس الوطني حرية اختيار الموقف المناسب والعقلاني الذي سيحمي فيه مصالح المنسق الوطني وسيدافي عن ما تعرض له وكذلك يحمي مصالح الحزب السياسي ومناضلاتهم الناضله الآن بدناك أن نشوف أن الجميع بدأ يتمكر للبيان أو البلغ الذي خرج البلغ خرج بطريقة ركيكة متسرعة هجومية هدامة فيها الكثير من العنف اللفظي وهو أمر يخرج عن نسق العام دي البلغات لحزب المغربي الحر وعن إطاره العام كحزب يميني محافظ الآن بدناك أن نشوف على أننا هذه خلوطة خلوطة هذا تخلط مش إحنا حركة سياسية كنخدمون في إطال القانون أو حركة إرهابية أو تنظيم مافيوزي قسنا نعرفوش نحنا وماذا ذا الطينب لا هو أنه الشباب والشابات المناضلات والمناضلين اللي كانوا في الخطوط الأمامية يواجهون العديد من المعارك السياسية وحين التقوا واجتامعوا بالمنسق الوطني للتعبير عن متعاضيهم من هالتصرفات الأحادية تهموا بالخيانة تهموا بالعمالة وتهموا بتحريكهم من طرف أجهزة وتهموا بالخوافة وهذا هو الأمر الذي لم أتقبله تماما وهو المساس بعرض وشرف المناضلات لأنني أعرف ما عانوه وأعرف المضايقات التي تعرضوا لها وأعرف كيف صبروا على المجموعة للقرارات منذ 2001 إلى يومنا هذا صبروا على الإخفاقات ديال الحزب صبروا على المنصق الوطني ونجيوا اليوم ونجيوا هم هذا الجزاء ونتهموا بالعمل فقط لأنهم قالوا كيف باركة من هذه الصراعات المجانية دعونا نعود إلى تنظيمنا على أننا نركزوه في التنظيم ديالنا في البناء في المشاركة خصوصا أنه لم تعود هناك إلا شهور نحو الانتخابات الشريعية هذا اللي يجعل أننا يعني نخرج بكل شرصة لأن الأمر أصبح خارج على السيطرة بعد ذكر المجلس السياسي للحزب المغربي الحر هو قرر أنه يعقد يعقد دورة السبت المنقبية نعم هل تتوقع حضور المنصق الوطني؟ أنا أظن على أن الدعوة قد وجهت إلى جميع أعضاء المجلس الوطني اللي هما حسب القانون الأساسي 45 عضو الجميع مسؤول على أن يحضر لهذا الاجتماع خصوصا أن النقطة التي ستناقش هي النقطة بالغة الأهمية تتعلق أساسا بالقرارات الانفرادية المتخدة تتعلق كذلك بقرارات طرد ضد المخالفين التي اتخذت في مخالفة القانون الأساسي لأن فيه المادة الرابعة تقول على أن قرار طرد أي مناضل يكون بقرار من المجلس السياسي ثالثان مستقبل الحزب هل سيتم تنظيم مؤتمر استثنائي؟ أم على أن الجميع قابل هذا الوضع مسألة رابعة ما رأي المناضلات والمناضلين في البلاغات الأخيرة اللي خرجت بالحزب دون استشارته أنا اللي كان قول هو أنه الدعوة ديالي إلى كافة الشابات والشباب ديال الحزب مغربي الحر فعلا أن الوضعية جد مقلقة فعلا أنهم صبروا معنا كثيرا والآن عارف على أنهم يحسون وحن نوعد الأساء لهذه السراعة ولكن كنظن على أنه أحيانا يكون الكي هو أحسن دواء لأي مرض والسلام عليكم إذا أعجبكم في الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الجرس لكي وصلكم الجديد ترجمة نانسي قنقر